نظمت روضة أرض الطفولة في غزة مبادرة الإنسانية لا تموت في فلسطين حيث هدفت المبادرة إلى إظهار المأساة التي شهدتها فلسطين من خلال حق الشهيد علي دوابشة وفي سوريا من خلال غرق الأطفال والعائلات اللاجئة إلى أوروبا بسبب الحرب القائمة الهدف الرئيسي أننا نوصل رسالة أن الإنسانية في فلسطين لا تموت وخصوصا في قطاع غزة خصوصا أننا حتى الآن لا نلاقي أي تدخل في أي شيء يصير أو أي حد يموت كله ساكت الرسالة التي نوصلها أن الأطفال لدينا حابين يشاطروا الأحزان مع أطفال سوريا ومع أهل الضفا رسالتنا للموضوع هذا رسالة المجتمع العربي قبل الدولي يتدخلوا لحماية الأطفال في سوريا ومش بس كمال الأطفال في سوريا الأطفال في فلسطين خصوصا بعد حرق الطفل على الدوابشة والنبارح برضو فقد أمه يعني عيلة كاملة احترقت بسبب الاحتلال وهالشي هذا إحنا بنطالب بنطالب مجتمع الدولي والعربي أنه يدخل في هذا الشيء تخلل الحفل رسم مجسم الطفل السوري إيلان كردي الذي غرق على سواحل تركيا بالإضافة إلى إلقاء الورود ورمي الألوان تحية من أطفال غزة لأرواح اللاجئين الشهداء من أرض غزة التي تشاطر العروبة مأسي الإنسانية فعالية بتحكي عن الطفل العالي دوابشة لحرقة اليهود عن إيلان اللي طبعا غرق في البحر هو وأمه وأخوه لعله ممكن يعني تكون تحرك مشاعر العرب وحبت أن أشارك مع بنتي في هاي الفعالية وحبت نكون موجودين اليوم لأنه إحنا زعلنا أكيد لما شفنا الطفل ولما شفنا برضو إيلان غرق في البحر لأنه إحنا حسين بالحساسوري أكيد تنوعت الفعاليات بدءا بجداريات والرسم على الرمال وخط شعارات لشهداء الأطفال للوقوف عند معاناة شهدها أطفال العالم وبالأخص أطفال فلسطين وسوريا الذين قضوا نتيجة حرب أحرقتهم وأغرقتهم دون إنسانية مصائب سيحاسبنا عليها التاريخ الإنسانية لا تموت عنوان هذه المبادرة التي نظمت على شاطئ بحر غزة لنقل معاناة الشعب الفلسطيني والسوري للعالم الخارجي بطريقة فلسطينية حمد الخضر قطاع غزة إحنا تيفي